يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة مواجهة حلوة المواجهات اللي احنا بنستنها في كرة القدم العالمية الأوروبية تحديدا ريال مديدو ومانشستر سيتي غدا بتوقية القاهرة في العشرة مساء في ملعب سنتيجو بالنبي ومباراة الزهاب في نصف نهائي دولي أبطال أوروبا مواجهة منتظرة هي دي اللي بيتقال عليها مواجهة منتظرة حقيقي يعني مواجهة خطيرة مواجهة خطيرة وكبيرة وصعبة ومعقدة للغاية للغاية ليه؟ نحن نتحدث عن ريال مديدو أكثر منفازة بهذه البطولة كبير القارة الأوروبية الفريق الذي يقترن أو يقترن اسمه دائما بفكرة الشخصية أجماعة ريال مديدو بيلعب بشخصيته أجماعة ريال مديدو بيلعب بتاريخه أجماعة ريال مديدو بيلعب باسمه الكبير وطبعاً بيقال له أنشلوتي المدير الفني المتمرس في دوري أبطال أوروبا وبنزيمة ومودريتش ومينيسيوس وكروس وتشواميني وكربخال وإن كان كربخال يعني السنة دي على قده شويتين ورودريجو وباقي اللاعبين طبعاً وأولهم تيبو كورتو وحارس المرمى ده ريال مدريد نحة تانية الغول اللي معاه غول منشستر سيتي الفريق اللي زي بيقوله كده إيه بيأكل لغدر واليابس أي حد قدامه بيأكله الفريق اللي قريب جداً من الفوز بالدوري الإنجليزي مع منافسة صعبة جداً مع أرسنان متصدر الفريق اللي عنده الغول اللي جهلند أحسن مهاجم في العالم أو بمعنى أضاك أحسن كائن فضائي في العالم دلوقتي قلنا حنرتاح من كائن فضائي اللي هو ليونين ميسيو خلاص الوقت بيجري معاه شوية وخلاص وقرب يعتزل كرة القدم اللي أعلنه كائن فضائي آخر هو هالند مش طبيعة يا جماعة مع هالند بقى في دي بروين في برناندو سيلفا في رياض محرز في فهودن في جريليش في رودري في جندجان في طبعاً إيدرس في حراس المرمى وقدامه دياز وقدامه لابورت وقدامه لعيبة كبيرة وعظيمة كل المراكز مليانة والأهم إن فيه مدير فني عبقري بيب جوارديول الميزة في بيب جوارديولا الموسم ده إنه تحسوا في المباريات الكبيرة اللي لعبها في دورة أبطال أوروبا أو في الدول الإنجليزي بطل بطل التجويد اللي بيسموها في العالم الأوفر كوتشنج ما بيبالغش ما بيجوتش مباريات كبيرة بيلعب على الأد بقى يعرف يدافع كان دايما يولام على بيب جوارديولا إنه بيهاجم حلو جدا ومرعب في الهجوم بس الدفاع دايما فيه صغارات دلوقتي منشستر سيتي بيعرف يدافع بيب جوارديولا ما بيجوتش في الهجوم فيه دي براين وفيه هالند فالفريق فعلا بقى مرعب بقى مرعب ولو بصينا على المنطق فالسيتي يكسب ريال مدريد بصراحة يعني بقول كده على مضد يعني بس السيتي يكسب ريال مدريد بس دايما الرهان زي السالة اللي فاتت كده دايما الرهان على ريال مدريد في قوة الشخصية والتاريخ والاسم الكبير وطبع النجوم الكبيرة العظيمة ومدربه الرائع كله أنشلوتي عشان كده في كل الأحوال احنا هنشوف مواجهة حلوة مواجهة ممتعة حاجة تحل العين حاجة تحل العين طيب